هذا الجسر يفصل بين الدولتين أوكرانيا وبيلاروسيا دمرته القوات المسلحة الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير مع بداية الاجتياح الكامل للأراضي الأوكرانية والذي لم يكن ليكون بتلك الفعالية والقدرة على الوصول وحصار العاصمة كييف لو لم تفتح دولة بيلاروسيا حدودها أمام جيش الاتحاد الروسي لزحف نحو كييف التي تبعد من هذه النقطة وأنا أقف تماما على الحدود حوالي ثلاثة ساعات في هذا الاتجاه كما تشاهدون خلفي هذا الجسر دمر في الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي خلال الاجتياح الكامل للأراضي الأوكرانية جنود القوات المسلحة رصدوا تحرك المعدات العسكرية القتالية وكذلك المروحيات التي عبرت الحدود ولإيقافهم عن الزحف نحو عاصمتنا كييف تم اتخاذ القرار من قبل حرص الحدود بتفجير الجسر في الوقت الحالي ليس لديهم فرصة لتكرار ذلك الأوكرانيون تعلموا الدرس فبعد أن استطاعوا دفع القوات الروسية على الانسحاب من حدودهم الشمالية عملوا على تحصينها والدفع بحرص الحدود ومشاة القوات المسلحة والمدفعية إلى الحدود وقاموا ببناء تحصينات اتداء من كييف وحتى هنا آخر نقطة للمراقبة مع الحدود البلاروسية الحدود الأوكرانية في الوقت الحالي تحت سيطرة حرص الحدود والقوات المسلحة وتجري عمليات مراقبة على مدار الساعة على الجانب البلاروسي كذلك نعمل على مراقبة الأجواء ومراقبة نهر الدنيفر بدوريات في الوقت الحالي لا توجد أي خروق في الحدود ونحن نضع بعين الاعتبار كافة السيناريوهات وجهزون لأي ضرف إلا أن ذلك لم يكن كافيا خاصة وأن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تتوقع هجوما وزحفا بريا جديدا من أراضي بلاروسيا بعد أن دفع الروس بنحو 20 ألف جندي عدى من كانوا متواجدين منذ بداية الحرب في بلاروسيا حيث قامت كيف ببناء جدار فاصل بين البلدين على حدودها الشمالية وعززته بخنادق وزرعت الألغام على الشريط الحدودي الإجراءات التي قمنا بها في البداية كانت تدمير الجسور الرابطة بيننا سواء كانت جسور النقل للسيارات أو السكة الحديدية كما قمنا بإنشاء الدفاعات الهندسية كالجدار وموانع الدبابات وزرعنا الألغام على كامل الحدود وحتى الطرق قمنا بتدميرها وكذلك قطعنا الأشجار في الغابات لفتح مجال أكبر للرؤية كما عززنا من تواجد حرص الحدود والقوات الخاصة والقوات المسلحة وقوات الدفاع الإقليمية وغيرها من القوات المنضوية تحت القوات المسلحة الأوكرانية الخبراء العسكريون يضعون عدة سيناريوهات قد يتبعها الجيش الروسي أبرزها الزحف مجددا من أراضي بلاروسيا نحو كيف وهذه الحدود هي الأقرب إليها أو محاولة الزحف للسيطرة على الولايات الغربية مما يسمح بقطع طريق الإمدادات العسكرية من الغرب ما يجعلها حدودا ذات أهمية استراتيجية كبيرة في هذه الحرب إلا أن القيادة الأوكرانية تقول أنها واعية للمخطط الروسي ومستعدة لمواجهته ذيف عادل لقناتي العربية والحداث من الحدود الأوكرانية البلاروسية ولاية شرنيغاف شكرا للمشاهدة